شابطة ثلاثة Electronic Structure of Elements التركيب الإلكتروني للعناصر الجزء الثاني من المودرن سيوري من النظرية الحديثة طيب لما يكون في عندي إلكترون بيتحرك بين مستويين للطاقة إزاي نحسب فرق الطاقة بين المستويين دول بنقول The difference between two allowed energy levels can be calculated from the given equation ممكن نحسبه من المعادلة الآتية Delta E بتساوي RH اللي هو ثابت ريتبرج مضروب في واحد على N Initial تربيع ناقص واحد على N Final تربيع Delta E هو الفرق في الانرجي وهو RH هو ثابت ريتبرج وN Initial هو المدار الأولي اللي هيتحرك منه الإلكترون وN Final هو المدار النهائي اللي هيتحرك ليه الإلكترون بعد ما نحسب الحزبة بتاعتنا إذا طلع Delta E بالPositive يعني الانرجي كانت موجبة يبقى الزرة دي حصل لها Absorption امتصت كمية من الطاقة طب لو طلع بالنيجاتيف يبقى الزرة دي حصل منها Emission حصل منها إمبعاث للطاقة طيب لو N Final كان بمالة نهاية لو المدار التحرك ليه الإلكترون ما كانش معرف وكان في المالة نهاية ده معنى إن الإلكترون اتحرك بشكل نهائي من الزرة Electron removed from the atom يعني الزرة اتأينت وفي الحالة دي بتبقى Delta E تساوي ايونيزيشن انرجي طاقة التأين بتساوي أو تعرفها الانرجي required to remove electron from the atom هي الطاقة المطلوبة عشان ننزع إلكترون من الزر طيب ناخد مثال على كده احسب التردد Frequency أو ميو ليه إلكترون اتحرك من المدار الرابع إلى المدار التاني هنطبق القانون بتاعنا اللي هو Delta E بتساوي H ميو اللي هو بيساوي RH اللي هو سابة ريتبرج مضروب في واحد على N initial لنقص واحد على N final ومنها هنطلع N frequency بيساوي RH اللي هو سابة ريتبرج على H اللي هو سابة blank مضروب في واحد على N initial تربيع نقص واحد على N final تربيع المدار اللي تحرك منه الإلكترون هو المدار الرابع يعني 4 تربيع ب16 واللي تحرك إليه كان المدار التاني يعني 2 في 2 أو 2 تربيع باربعة يطلع ميو بيساوي ناقص 6 و 17 من 100 في 10 و 14 second minus 1 طيب الالكترون ويفز هو الالكترون هيتحرك حركة ازاي عندنا عالم اسمه ديبرولي ديبرولي حط مبدأ قال إن الالكترون بيتحرك حركة موجية زيه زي الضوء بيتحرك حركة موجية زيه زي الضوء عشان كده احنا قدنا الشابتر ده بدن احنا شرحنا خصائص الموجية للضوء وأصغر وحدة من اللايت اسمها فوتونز وعندي عزم الفوتون دوت أو مومنتم أو فوتون عندي لها قانون بيساوي H على ميو اللي هو ثابت بلانكة على الطول الموجي وعندي معلومة بتقولي إنو الضوء ده ليه طبيعة مزدوجة يعني بيبقى ويف لايك يعني شبيه بالموجة وبيبقى بارتك اللايك يعني شبيه بالجسيم ترجمة نانسي قنقر